اكدت معالي السيدة فوزي ابن عبدالله زينان رئيسة منجلس النواب أن توجيهة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه شكلت أساسا صلبا وقاعدة متينة للتنمية الشاملة في مختلف القطاعات وتطوير النهضة الحضارية والمستدامة معربة معاليها عن بالغ الفخر والاحتزاز النيابي للدعم الملكي السامي لعمل السلطة التشريعية والسعي الدائم للإصلاح والتقدم والذي يصب في صالح الوطن والمواطنين وتطوير المنظومة التشريعية والرقابية وفق أسس عصرية غير مسبوقة ساهمت في إعلاء مكانة مملكة البحرين محليا وإقليميا ودوليا وأضافت معاليها بمناسبة تشرفها وعدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام للمجلس اليوم بتسليم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تقرير لدنة الرد على الخطاب السامي الذي تفضل به جلالته أيده الله في افتتاح دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس مشيرة معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن الخطاب الملكية السامية لجلالة الملك المفدى خلال افتتاح أدوار الإنعقاد تشكل منارة مضيئة وطريقا مستنيرا وخارطة طريق لمضاعفة العمل والإنجاز وفق رؤية ملكية ثاقبة حققت لمملكة البحرين خطوات حضارية استباقية ومتقدمة مشيدة معاليها بتعاون الفاعل والمثمر المتواصل والمستمر مع الحكومة الموقرة رئاسة صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التكامل والتنسيق والمنهجية الحديثة في العمل المشترك وفق رؤية وطنية جامعة وعبر فريق البحرين الذي سجل النجاحات والإنجازات خاصة في ظل مواجهة جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر